أكد مواطنون وأولياء أمور على همية المبادرة بتسجيل الأطفال لأخذ تطعيم المضاد لفيروس كورونا دعم للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سموة للعهد رئيس مجلس الأزراء هذا وأثبت التطعيم قدرته على رفع الاستجابة المناعية للجسم والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس بما يسهم في توفير الحماية الكافية من مضاعفات الفيروس وتحوراته المختلفة مسؤولية مشتركة عبر عنها الوعي والإقبال على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا من قبل أولياء الأمور والأطفال فهذه المبادرة أكدت استمرار المواطنين والمقيمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث أتاحت وزارة الصحة لأولياء الأمور اختيار نوع التطعيم لأبنائهم بين سينوفارب وفايزر بيونتيك للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما حيث أثبتت المؤشرات الوطنية والعالمية فعالية التطعيم المضاد لفيروس كورونا ومأمونيته للأطفال ودوره في تعزيز المناعة المجتمعية والحماية من الفيروس كل اللقاح يوفر أجسام مضادة ويوفر منوعة حق الجسم يحمي الطفل من أن يصيد الفيروس فهو يوفر منوعة من خلال الأجسام المضادة ومن خلال طرق ثانية أن يحمي الطفل ذهب طبعا نصح الولدين أنهم يبون عيالهم حق التطعيم تطعيم بيزر موجود في مجمع سترة نحبون حق الأطفال لهم وحق الأطفال اللي يفسنهم نقبال ما شاء الله ويد مبهر وفي أعداد كبيرة قاعدة وننصح اللي ما يأيه ويأخذ التطعيم عشان إن شاء الله كلنا يد بيز يقل الوباء في البحر نكوام البذنال ثقة عالية بالجهود الوطنية تأكدت من خلال الإقبال الغير منقطع وعدم التهاون في أخذ الجرعات المطلوبة وثناء المواطنين والمقيمين على الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مراكز التطعيم من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص على مراعاة الإجراءات الاحترازية طبعا الحمد لله رب العالمين الوباء يعني سهلات طبعا إحنا حجزنا يعني وصلنا الرقم مباشرة ووصلنا حق الفاكسين دليل إنه شيء متوفر وإحنا أمس حجزنا واليوم حصلنا الموعد فيبدو إن الإجراءات الحمد لله رب العالمين سهلة وميسرة إحنا ما أخذين الفاكسين وإحنا درعنا أخضر فكنت أتمنى أن يكون هما في يعني لما نطلع إحنا نحس بأمان وإحنا نخاف عليهم فكنت أتمنى أنهم يتأمنون علشان أقدر أطلع وحس بأمان الوقاية أفضل من العلاج إحنا في البيت صراحة كنا متطعمين ويد ممتاز صراحة ما في زحمة ولا شيء ويد ويد ممتاز تطعيم الأطفال يعتبر خطوة مهمة لحمايتهم من فيروس كورونا ومتحوراته إلى جانب أهمية موصلة تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس والمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية من أجل حماية كافة أفراد المجتمع أولياء أمور وأطفال يتوافدون على مراكز التطعيم في مختلف أرجاء مملكة البحرين بهدف المشاركة في حماية المجتمع من خلال أخذ التطعيمات اللازمة لوقف انتشار الفيروس شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شوق العثمان شوق العثمان اشتركوا في القناة